طبعاً تاريخ النادل الآلي حافل بالبطولات علشان كده كل يوم عندنا ذكرى مميزة كمان كم يوم هنحتفل بذكرى القادية وهدف أفشل رائع بس مبارح كان فيه ذكرى مميزة برضو وبالتحديد يوم السبت 12 نوفمبر 2005 الأهلي يتوج بطلاً لدوري أبطال إفريقيا للمرة الرابعة في تاريخه بعد تغلبه على النجم الساحل التونسي بثلاثية نظيفة على استاد الكلاه الحربية في إياب الدور النهائي لهذه البطولة طبعاً البطولة دي بطولة غالية جداً علي أنا كمان تحديداً كان فيها كواليس مهمة ورائعة لكل اللاعبين محمد أبطاليكا سجل في الدقيقة 19 من الشوت الأول وسمى حسني سجل الثاني بعد 7 دقايق من بداية الشوت الثاني قبل أن يختتم محمد بركات الأهداف بالثالث في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضيع ليفوز الأحمر بمجموع 3-0 للمبارتين ويتأهل اللعب في كأس العالم للأندية باليابان للمرة الأولى في تاريخ الأندية المصرية زي ما حضراتكم شايفين دي الأهداف محمد أبطاليكا لو ترجع لي هدف محمد أبطاليكا لأنه هدف أبطاليكا تحديداً قبل ما نتكلم عن هدف أسامة لأنه هدف أسامة كان له شكل خاص أو وضع خاص هتكلم مع حضراتكم فيه في وقتها هدف أبطاليكا إحنا كانت مشكلتنا في المطش ده تحديداً وإحنا وأنا بتكلم معاكم كده أهو بص الكرة مشيت إزاي؟ الكرة تحسنها طالعة برة والحارس المرمى بتاع النجم السحلي كان بالنسبة لنا عقدة الحارس المرمى كان بالنسبة لنا عقدة كبيرة جداً واحد من أفضل حراس المرمى اللي موجودين في أفريقيا وواحد من أفضل حراس المرمى اللي تحسن هو أفلك الجن كله أبطاليكا سبحان الله بس عشان تعرفوا حضراتكم إن لما دايماً بيبقى قلبك على قلب زميلك ويجب أمورك معاك ومجلس إدارتك في ظهرك وتبقى الأمور كلها ميسرة أبطاليكا لو حواريكم لحضراتكم الجن بعد ما خلص كلامي أبطاليكا حطوا إيه وش رجله بالخارجي كده من جنب الكرة الكرة تحسن هي طالعة برة وقامت داخلها جن تاني ورهالنا كده سامير وإحنا بس عشان تنزل على السوشال ميديا الكلام اللي أنا بقوله ده مهم جداً طيب شبهة كرة بتاقة بصت حسن الكرة طالعة برة الكرة متلفة ودخلة جن تاني يعني الناس كلها كانت قلبها على قلب بعض كل اللاعبين كل الإداريين كل المديرين الفنيين المدير الفني وكل الجهاز الفني بالكامل بصوا حضراتكم الفرحة كانت عاملة إزاي بصوا حضراتكم الفرحة كانت عاملة إزاي الجن ده بقى ليه بقى بصوا جوزيه بصوا حركة جوزيه دلوقتي حيعمل ليه كده كان مبسوط وبيشاور على الله يرحمه محمد عبدالوهاب ليه كان بيقول لنا جماعة للبكين أنا ومحمد عبدالوهاب الله يرحمه كان بيقول لنا كلمتين هو أنتوا إيه اللي بيخليكوا تجروا كل ده تجروا 30-40 متر زيادة بتجرواهم ليه ما ترفع من بعيد أوفر والرأس حربة علينا هو يعملها أسامة حسني حطها بشكل رائع بصوا الكرة جاية إزاي الله يرحمه محمد عبدالوهاب كان بيعمل الأوفرات دي بطريقة غير طبيعية الأسبوع اللي قبل هذه المباراة كان دايماً مانويل جوزيه بيمرني أنا وبركات ومحمد عبدالوهاب وجيلبرتو على اللعبة من بعيد الأوفر دي عشان كده كان مبسوط جداً وبيشاور بإيده وبيشاور لمحمد عبدالوهاب الله يرحمه ده الجون التالت الجون التالت ده برضو واحد من اللجوان الجميلة جداً أنا نزلت في هذه المباراة وبركات طلع من البكرات وطلع قدام وهو ما كانش شايف طول المباراة بالمناسبة وما كانش عايز يلعب في هذا المكان يعني أنا كنت طبعاً مدق جداً إن أنا ما بدأتش هذه المباراة فأنا كنت لسه نازل ما بقليش مثلاً ربع ساعة ولا تلت ساعة بركات ضيعة جونين وجاب الجون ده وكان برضو عن طريق منويل جوزيه كان دايماً يقول له لما تطلع قدام خد الكرة وحطها في البعيدة دايماً أو حط ببطن رجلك مباراة ذكرياتها كتيرة جداً جداً كل واحد في هذه المباراة لو تقدر تتكلم مع كل هؤلاء اللي عبين هتلاقينا كل واحد يوم ليه ذكريات جميلة جداً ولكن لو جيت تتكلم على الجمهور هتلاقينا الجمهور برضو عنده ذكريات تشيرتات الأهلي اللاعبة فين الجمهور عارفين كويس جداً قيمة تشيرت النادي الأهلي وكل واحد فينا كجمهور يعني كان ليه نجم مفضل على مدار التاريخ وكان كل حلمه إنه هو يشتري تشيرت النادي الأهلي عشانه الأهلي الكيان والتاريخ